اشتركوا في القناة صباح خير أهلا وسهلا فيك مع الوزير طبعا اليوم سنلقي نظرة اقتصادية ومالية بشكل أساسي على ما يجري في هذا البلد على ما جرى بالأمس في مجلس الوزراء وما يجري أيضا اليوم كون اليوم يعني يستكمل النقاش في مالية الدولة ماذا تعني مالية الدولة وماذا عن حالها يعني هل هي بحالة مقلقة أم بحالة خطيرة أم بحالة إفلاستين كيف سنعمل على إدخال واردات كما يقول وزير المال إلى هذه الخزينة في ظل المصاربات الكبرى المطلوبة من الدولة والتي لم تعد هذه الدولة تتحمل أعبئة كما يقول الوزير المختص هل فعلا نحن بحاجة لفرض ضرائب جديدة على المواطن اللبناني أم أنه يمكن تأمين واردات كثيرة من خلال أبواب عديدة عددت حضرتك في مقالي لألك منذ يومين كثير كثير نحكي عنها هلأ بالتفصيل في هذه الحلقة طبعا سنمر على المواضيع أيضا السياسية كون الاقتصاد مرتبط بطبيعة الحال بالأمن السياسي قبل دخول بكرة تفاصيل معك سمحنا نتقل إلى زميل رامز الآضي وموجز لآخر وهم الأخبار شكرا كاترين وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري يعقد مجلس الوزراء جلسة في هذه الأثناء ليتابع البحث في البنود المتبقية على جدول أعماله وقد حذر مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس البحث في اقتراح فرض زيادة على سعر صفيحة البنزين فانفرجت أسارير الاتحاد العملي العام الذي علق ونقابة المعلمين إضراب اليوم قال رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو أن ترياق انتخاب رئيس الجمهورية لم يعود لبنانيا ليس هنا راهنا طويلا على الحل اللبناني من أجل إبقاء الاستحقاق في هذا النطاق بيد أنه فشل أظن أن الفرصة الوحيدة التي يقتضي انتظارها تكمن في الحوار السعودي الإيراني إنه مات ترياق الوحيد على ما يبدو وعبد بري اعتقاده عبر الأخبار أن حكومة الرئيس تمام سلام تحاول العمل بعدما فككنا الاشتباكات فيها لأن أي من المراحل التي مررنا فيها بما في ذلك سنوات الحرب لم نشهد مثل هذا الاهتراء والتفكك في الدولة وأضاف بري كانت الاشتباكات في الشوارع وبين الأحياء من دون أن يكون هناك برميل زبيلي على الطريق ما يجري اليوم من مواقف متناقضة بين الأفريقاء من هنا وهناك والانقسام الحاصل الذي جعل كل طرف في مكان يجعلني أقول أنه الجنون والانفصام بل أنها العسفورية نفسها سيطرت وحدات حماية الشعب الكردي على قاعدة منغ الجوية والاستراتيجية في محافظة حلب شمالي سوريا والتي كانت تحت سيطرة فصائل إسلامية متطرفة ويأتي هذا التقدم بعد أيام من المعارك الطاحنة أتاحت سيطرة وحدات الشعب الكردي وحلفائهم على العديد من القرى والمواقع وصولا إلى منغ وذلك بعدما انطلقوا من معقلهم عفرين وأوضح المرصد السوري المعارض أنه بعد سيطرة الوحدات الكردية على المطار فقد فقد المقاتلون الإسلاميون آخر مطار عسكري تحت سيطرتهم في محافظة حلب تعتزم روسيا تقديم مقترحات حول وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا في خلال مؤتمر ينعقد اليوم في مدينة ميونخ حيث سيشارك في المؤتمر 17 بلدا من المجموعة الدولية لدعم سوريا وفي حين لم تكشف موسكو تفاصيل عن مقترحاتها قال سفيرها تشوركين في تشجيع الحل السياسي والاستئناف السريع للمفاوضات بين السوريين مضيفا هذا ما سنفعله في ميونخ وأكد مصدر رسمي غربي أن روسيا قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار في سوريا ابتداء من أول أذار مستدركا بالقول أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح الروسي أجرت سلطات الإماراتية تعديلا حكوميا عينت بمجابه ثلاث وزيرات في حقائب مخصصة للسعادة والتسامح والشباب وقال نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن مدى نجاح الحكومة هو في إدخال التغييرات الحقيقية التي تساهم في سعادة الإنسان وانضم ثمانية وزراء إلى الحكومة بينهم خمسة نساء وأصبح معدل الأعمار في الحكومة التي تضم تسعة وعشرين وزيرا بينهم ثماني نساء ثمانية وثلاثين عاما وأسندت حقيبة وزيرة الدولة للسعادة إلى عهود الرومي المديرة العامة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء وتم تعيين الشابة شم المزروع البالغة ثين وعشرين عاما وزيرة الدولة لشؤون الشباب وأصبحت لبناء القاسمي وهي وزيرة سابقة للتعاون الدولي والتنمية وزيرة الدولة للتسامح في مصر انقلب قطار ركاب الليلة الماضية في محافظة بني سواف جنوب القاهرة مما أسفر عن إصابة تسعة وستين شخصا لكن لم تقع أي وفيات بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ونقلت الوكالة الرسمية عن هيئة السكك الحديدية قولها في بيانه أن القطار القادم من الأقصر في جنوب البلاد إلى القاهرة خرج عن القطبان الساعة الثانية فجل يوم الخميس بعد دخوله سكت التفادي للسماح بمرور قطار آخر قادم من أسيوت إلى العاصمة وأضافت أن اثنتين من عربات القطار انقلبتا بعدما تجاوز سائق إشارة تنظيم سير حركة القطارات نبقى في مصر حيث أثارت السجادة الحمراء التي وضعت للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليسير عليها بموكبه خلال افتتاح عدد من المشاريع في مدينة ستة اكتوبر في أحد ضواحي القاهرة السبت الماضي جدلا واسعا في مصر والخارج وغضبا عند العديد من المصريين لسيما النشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي وقد امتدت هذه السجادة بحسب موقع سي أن أن على طول أربعة كيلومترات ليسير عليها الرئيس المصري السيسي بسياراته في حفل افتتاح مجمع سكني مخصص لذوي الدخل المحدود كما قدرت تكلفة السجادة بأكثر من مليون جنيه ما يوازي 200 ألف دولار وقد قال أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرا أود الترشيد ولا بلاش ما قالوش عليك لقابو سجاد وفرشو وأثارت السجادة الحمراء في الأوساط المصرية جدلا كبيرا إذ وصفت بالمستفزة ودفعت مغردين وأعلميين إلى التغريد ساخرين من هذا المشهد وبهذا الخبر المصري نعود إلى كاترين ومتابعة برنامج الحدث شكرا رامس برحبكم الجديد مشاهدينا ورحب الجديد بضيفي البزير السابق فادي عبود أهلا وسلا فيك من جديد وصباح الخير مع البزير يعني وزيرات للسعادة والتسامح والشباب أين نحن في لبنان هذا اللي عم فكر فيه يعني شفتك هيك عم بتتعلق يعني على الموضوع كلمة التسامح شو بحاجة اللي قاله نحن في هذا العالم العربي والسعادة يعني شوف كم نحن بحاجة إليه يعني كمان ما هو وضع الإنسان النفسي أوقات إنه العكاس طبعا على وضعه الصحي وعلى إنتاجيته وعلى إنتاجيت المجتمع تلمشاكل الأساسية إنه الولد هون عشر اتنعشر سنة رأسه بشو عم بيشتغل رأسه عم شتغل أو بالاستشهاد أو بالهجرة من البلد مطرح يعني عنده خال عم كيف بده يهرب من هذا البلد والسعادة أصبحت مفقودة بالبلد السعادة الحقيقية مش سعادة بشرب كاس ونطع الطرقات يعني سعادة داخلية يعني يعني متما عم تقولت وقدي إلى زيادة الإنتاج عند الإنسان تماما وهيدا يعني أحد المشاكل الأساسية وليش منك مش هلأ العالم ليش عم تشتري سيارات أقل أو عم تروح على السوبر باكت أقل لأنه عنصر السعادة أصبح مفقود وهيدا موضوع مهم جدا وكم كنت أتمنى يعني اللي عم نشوفه أول شي الشباب عمرهم البنت اللي عمرها 22 سنة وزيرة الشباب وزيرة الشباب وباية متعلم باللبنان وهي شي بيفرح القلب شي بيفرح القلب بالواقع كم نتمنى أنه نتعلم نتعلم يعني في بعض الأشياء بالعالم العربي مش لازم نتعلمها نهائيا بس في بعض الأشياء لازم ناخد منها لازم ناخد منها على كل حال يعني لما منقول سعادة مثل ما قالت سعادة أنه في مصادر كتيري للسعادة أكيد عنا الصحة وأمور تانية ولكن كمانا يعني البحبوحة والراحة المادية هي جزء أساسي من هذه السعادة نحن هلأ اليوم يعني مهددين بأنه يفرضوا علينا ضرائب جديدة فوق كل المصائب المعيشية والاقتصادية اللي عم بعينية لبنان من هون بدي أدخل معك على الموضوع خصوصا وأنه مجلس الوزراء يجتمع في هذه الأثناء اجتمع بالأمس أيضا صحيح أنه حاذر أن يقترب من مسألة فرض ضرائب جديدة على الموطني ولكن الموضوع كل مطروح وتحركت كل القطاعات والنقابات والمعلمين والسائقين يعني هل يمكن أن فعلا يتم التوجه نحو فرض ضرائب جديدة ومن باستطاعته اليوم تحمل هكذا قرارب شوفي في عنا هاي في بعض أشي بسبيون خصلات شنيعة هاي خصلة شنيعة أنه نقع أهيا السبل لتقدر نزيد ضرائب ونزيد ضرائب عمياء ضريبة العمية يعني الضريبة الما بتميز باللي عم يدفعها غاني فقير هاي دي ضريبة على كل العالم هو عادة هاو دي ضرائب الغير مباشرة وهي من أسوأ أنواع الضرائب ونحن بلبنان يعني بيخبرونا أنه ضريبة الدخل يعني منخفضة بلبنان ولكن إذا تطلع على الضرائب الغير مباشرة يعني اللبنان شو بيدفع مثلا للاتصالات تابعه بيدفع أكتر مواطن على الكرة الأرضية على الكرة الأرضية كلها لحسب علمي أنا ما بعض إذا في شيء إمارة شيء بلد شيء مطرح ولكن من أسوأ أنواع الاحتكار منجيب شركتين منعهم يتنافسوا بأوروبا إذا حدا منع الشركتين يتنافسوا بيكلب جوه بيخدوه على الحبس منع التنافس تعتبر جريمة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون التنافس بيستفيد منه المواطن طبعا نحن النورم تبعنا وصار اللبناني مقتنعه بكل البلدان العالم هذا التنافس مش مورده فيه وكيل حصري تصوري هذا البلد إذا فيه اثنين بشر واحد وكيل حصري التاني مش وكيل حصري استوردوا نفس السلعة جبتي سيارة جديدة من الشركة نفس المواصفات اللي جابها الوكيل ونفس المواصفات جابها غير الوكيل غير الوكيل بيدفع بين 30 وال40 بالمئة جمارك زيادة فيه بلد بالعالم قدر وصل بأوانينه ودستوره هاي مخالفة بحق الإنسان كيف اثنين كل واحد بيدفع ضريبة على نفس السلعة شكرا نعم ده نحكي بالتفصيل فيه فضايح كتير طبعا على هذا المستوى ولكن الضريبة على البنزين هل يمكن برأيك أنه يتم اللجوء لقلا يعني الكل عم بيقول لن نلجأ الكل عم بيرفض حتى وزير المال يعني الوزير المعني أساسا بهذا الموضوع عم بيقول لن نفض ضرائب جديدة ولكن موين طلعت هالخبرية أصلا لو ما كان في نية بقدر أعطيك عشرات الأمثلة على أشياء العقل ما بيقدر يستوعبها وصايرها في لبنان ومستمرة يعني اليوم بيقول لك اضراب ماشي الحال لأنه 5000 ليرة على تقريبا 92-93 مليون تنكي بالسنة عم نحكيه تقريبا 300 مليون دولار بالسنة بتفوت على الخزينة 300 مليون دولار بالسنة بالسنة الخمس تألف أعتبر كل دولار تقريبا 92-93 مليون دولار كل دولار على تنكي ضرائب زيادة هذه ضريبة جبيتها سهلة وهذه ضريبة بمرؤوة ببلد يقدر كل الاختصاصيين ومنهم البنك الدولي إنه نحن بنقبض أقل من نصف الضرائب الغير مباشرة مستحق على الناس هيدا بلد ما بيشبه ضرائبه يعني يلي طلع بالتيفي آ ولو بتشوفي لأنه كان فيه إذا بدك عمليات تبشير بالتيفي آ وأنا كمان يعني كنت ما كنت حتى رئيس بس إنه كنت عضب هلاقات الاقتصادية نعم نجي نسمعنا التبشير بالتيفي آ يا جماعة بليش تركين أنتوا الشركات يلي حجم أعمالها مدون المئة وخمسين مليون ليرة سامحين لما تتسجل بالتيفي آ ما فيه مسؤولي بيعرف الجواب الجواب لكليشي إنه نحن ما كنا حاضرين لأنه بدنا نكبر البكار كتير نعم وسبب الحقيقي سبب الحقيقي بنترك لوبهول فيه ناس عنده مصالح بنترك لوبهول يقدر بعض الاختصاصيين إنه نحن عم نقبض نص التيفي آ سيدتي وفيه تهرب من التيفي آ وبطل التهرب من التيفي آ حتى عم بيخبوا الموضوع عم بيحكيكي شركات كبيرة مستوردين كبار شركات صناعية كبيرة وإن شاء الله فكرك يعني حدا بينهز بهذا الموضوع أو حتى فيه محاولات للحد من هذا الموضوع للمحاولات موجودة عند الاستيراد وهذا أحد الأسباب اللي عم نسمح بشركات غير مسجلة بالتفئة تستورد كميات تجارية ولا ما بعد لأنه هذي ضريبة التيفي آ هي ضريبة بس مش بس مش جمرك هيدا بتدفعي عند الاستيراد عند دخول الوضاع اتلت تبايع الناس بعضهم بيعاملوا تيفي آ كأنه جمرك كيف أي متى بنرجع بيدفع التاجر مرة تانية ما أنت استوردت نعم دفعت التفئة كيف تسترجع التفئة كتاجر بتبيعي مع تفئة بس أنت استردت بمية ليس هم بعت بمية وعشرين دفعت عالمية عشر بالمية عشر دولارات عالمية وعشرين بتدفعها اتناش بتخلي العشرة معيك بتدفعها اتنين للدولة أنت بعت تاجر الجملي تاجر الجملي يمكن رجع باع يعني تاجر نص جملي وإلى آخره فبتقلي بكل مرحلة لازم يدفع هذا التاجر التفئة للدولة بعض الشركات الكبيرة عم بتصير والشركات المحترمة مع العلاقة بالكبيرة والصغيرة ولكن التهرب أصبح واضحا وضوح الشمس ما بده يعني يطلع فادي عمور تهرب محمي سياسيا يعني مع المصر بدون شك محمي سياسيا وعن سابق تصور وتصميم تاركين طرق هريبة لوب هولز إنه لهم بالإنجليزي هيدا موضوع يجب أن يتوقف نحن اليوم رح نثبت بالأرقام إنه مش 300 مليون قادرين ندخل أكتر من مليار بيظل منذ منزل ضريبة منذ منزل ضريبة والضرائب تكون هيدا ضرائب زكية على من يستحق أن يدفع ضريبة مش على صاحب الدخل المحدود يلي معطر شاري السيارة حقها ألفين ثلاث تلف دولار وبأغلب الأحيان بتعرف هود السيارات الأديمة بيكذبوا عن الناس وبيقولون أنه نحن بتدفع عليهم جمرك هوا عشرين بالمية كذبين منافقين لأنه السيارة المستعملة بيسعروها مثل ما هني بدهم وما قالوا علاقة بسعرها واقعي والحقيقة بمطرح ما جاي بس هيدا السيارة اللي عم تفوت على لبنان اللي من مصدرها حقها ألفين يورو هيا لم يجي جاي للأغنياء فكذب أنه نحن عم نزيد ضريبة أو جمرك على السيارات الغالية الكبيرة أكتر يعني حتى نفوت بالتفاصيل إذن ما تريد أن تقوله أنه الدولة اليوم ليست بحاجة لفرض ضرائب جديدة فيما لو جبت الضرائب اللي هي أصلا يعني أقارتها سابقا وأنه في كتير أبواب ممكن أنه تحصل من خلالها على أموال طائلة تفوق لـ 300 مليون دولار وبدنا نعدل بالإجراءات لأنه الشيطان سكن بالإجراءات سيما أنه الإجراءات بأغلب الأحيان بيوضعها لموظف يلي ممكن مش كل الموظفين بيعملوا هايك بس اللي ممكن يكون اليوم إذا بنجي بننظر على إجراءات مثلا الاستيراد والتصدير بنعرف أنه بإجراءات الاستيراد والتصدير في عشرات الملايين من الدولارات يعني بالسنة عم نحكي 150-200 مليون دولار يمكن إذا عدلنا بإجراءات الاستيراد والتصدير أنه هاي دي نخدها رسوم ما يدفع المواطن لجيوب البعض ونخدها رسوم ولكن مثلا تعطيك فكرة مرفق بيروت بيجبي رسوم مرفق عادة المرافق بالعالم بتجبي رسوم لقاء خدمات وتقيم هالخدمات أو بالمتر المكعب أو بالكيلو جرام أو على الكنتينر نحن طلعنا بفكرة نجبي رسوم مرفق على حسب نوع الابضاع بكلام آخر أصبحت رسوم جمركية متسترة وراء اسم رسم مرفق هاي على رأس لقينا طريقة نضحك على الWTO نضحك على الكافتة والقافتة وكل هال الشركة يعني التفئيات التجارية الوقعها لبنان ونحن بطلنا نزيد جمارك هاي التفئيات يعني أنا ضدها ولكن هاي دي وقع عليها لبنان وعدو مراقب الWTO إجا اخترع هيدا الاختراع عم نحكي 250 مليون دولار هاو ما قلن باب أو طريق إلا يفوتوا على المالية هاو دي وين عم بيروحوا؟ شركة مؤقتة لإدارة وأستثمار برفق بيروت بتروح على المصارف الخاصة وبتنفق هالمال هي بتعتمنه 25% للمالية بتنفق هالمال هي بتدفع معاشاتها هي بتشتري قط على غيار طبعها هي بتدفع البونسز إذا تعطلت بتلاقيه لا شي وانت رح تدردمه مثل ردم الحوض الرابع يعني تلقيه مزراب نصرف فيها المصريات مش عارضوا شو بديوا عملوا فيهم ببلد مكسور مش عم يدفع للمتعاقدين المعلمين المتقاعدين وإلى آخره فبس تعطيكي فكرة هي بدأ شح تتقلم ما بدأ شي يعني سارع عندنا مسألة التفق فيما لو يتم جي بيتها بشكل طبيعي أو فيما لو كانت تفرض أصلاً على الجميع هي مفروض أن تفرض على الجميع بس تركين أبواب هروب كبيرة بحماية سياسية بفعض الحين نعم أو بإهمال ببعض الحين نعم المرفع عم تقول كمين هون ذكرت حضرتك بالمقالة أنه في عنا أيضاً مطار مطار بيروت ويعني ما أدراك مدخيل التي يمكن أن كاترين عم يفتشوا هلأ على 20 مليون دولار تغيروا المكانات وطي يزبطوا الصور الفانس شيء لا يصدق مطارات العالم يعني مزاريب دهب مزاريب دهب نحن كمين بنسسوا العالم أنه مطار بيروت بيأخذ رسوم يعني رسوم مغادرة نعم رسوم مغادرة معقولة يعني على الإيكونومي 50 ألف على البزنس 75 ألف على الفرس كلاس 100 ألف وبعد شركات الطيران بتأخذ أضعاف مش بعد شركات الطيران كل شركات الطيران على اللي بستعمل مطار بيروت أنت بستخدم تيكت ما بولك التاكسز منهم تاكسز؟ التاكس تبعه هو تاكس بيروت وتاكس شالدو جول أو هيثرو أو المطار التاني إذا بتجمعيهم على بعضهم بيطلعوا أقل من النص يلي عم تأخذوا شركات الطيران شو بتسمي شركات الطيران؟ فيول سيرتشارج عشان بعتها للخيار البرميل بـ 30 دولار هي فيول سيرتشارج وبيبعتوه لك الانفويس مكتوب عليها تاكسز شركات السياحة والصفة نعم إبنا لأيام هذا الموضوع بعتناه وهددناه لبرتش آيرويز وإير فرانس ليش بس هالزعبورة تعملوها بمطار بيروت وبلبنان ليش ما بتعملوها بغير مطاره وأسوأ من هيدا كله بطلب من المشاهدين اللي عم يسمعونا اليوم يفتحوا هلأ الانترنت بس بس يخلص البرنامج مش هلأ يفتحوا الانترنت ويشوفوا مثلا إير فرانس إذاش بتطير عند عدونا مش هلأ تا يحدث تا يسمعونا تا يسمعونا إذاش بتطير روحة رجعة عند عدونا على تل أبيب إير فرانس وإذاش بتروحوا بتجي عبيروت راح يصير معهم شبه نحكي عن السعادة راح يصير معهم شبه جنون بس يشوفوا الشركات الأوروبية بتروح على كل العواصم اللي حولينا العرنكة تل أبيب عمان القاهرة إلى آخرين بمعدل تقريبا نصف اللي بتاخدوا على لبنان بس نرجع للمطار هيدا المطار مفروض يكون في مزراب ده نبلش بالسوق الحر هيدا مول بالنتيجة والمولات بكل بلدان العالم إذا أنت قررت ما عاش بدك تكوني صحفية بتروح تفتحي بوتيك بمول من المولات باللبنان لصاحب هالمول بتدفعي قداش بتاخدي على السندوق أول شي بيقلك أنا بدي مينموم هالمحل هيدا مية ألف هيدا المية ألف بدك تسوقريا تدفعي أن بيعتي أو ما بيعتي ولكن أنا بياخد مني خمسة وثلاثين بالمية 32-33 على الأرباح على البيع على الصندوق مش على الأرباح بيعتي بمية دولار بيروح مننا بين 30 والخمسة وثلاثين لصاحب المول هيدا المول بلبنان هون شو ما عم بصير وهو من لبنان مولات لبنان أنا عم بحكي لأ عم بحكي على المطار يعني هون ما عم بتصير تنعت بدكنا السوق الحرة هي مول هيدا المول أنت بالمطار صاحب هالمطار دولة لبنانية عم بتأملك ستة مليون وخمسمائة ألف بني آدم عم بيمرقوه من هالمول بالسنة يليشي ما فيه ولا مول تاني في أملك يا بلبنان مفروض أقل الإيمان تكون الدولة حصتها 35% من السندوق يمكن الشركة اللي عم بتدير السوق الحرة بالمطار على راسي ما بدي يجيب يعني ربحوا عدة جوائز عم بيديروا السوق الحرة ما بدي أنا أفوت بالشخص وإنما حصة الدولة بدل ما تكون 60 مليون سيدتي عم بتاخد 10 مليون الدولة لأنه بيدفع دولار على الراكب وأجار فيكس ممكن شيء 2.5-3 مليون هيدا شيء لا يصدق الخمسة عشر سنة خلصوا وبعدنا مستمرين بهالعملية هيدا واحدة وإذا صار في كومبتشن وأكتر من شركة وفتحنا بعد في إشياء كتير مش فتحينا بالمطار فرماشية ما فيه على المطار يا جماعة للخير وبعدنا على المطار مش لازم يكون فيه فرعبانك واحد لازم يكون فيه ثلاثة وأربعة وشركات صرافة وإلى آخر يتأثير فيه كومبتشن ونجبره الحصرية اللي حكيت عننا VIP فيه دكان دكاكين VIP تتذكر كوزير سياحة تتذكر الصريخ وتتذكر العيار يا عم يخلونا نعمل مثل مطارات السعودية مثل مطارات الإمارات مثل مطارات العالم خدمة VIP مدفوعة بدك تجخ وتروح بالسيارة على طيار وهي دفع تفضل وعملنانه نحساب أنه نحكي بمداخيل قد تفوك المليون دولار شهريا بعدة خدمات نربطها بالVIP هود الدكاكين مفتوحة وهي ده بعد وقف عباب الطيارة مدام باللوطة ومسيح رح تطلع عباب الكبير بعدة لليوم برغم كل اللي عملنا بعض الناطرين يصيحوا تايجوا ويحملوا لك الشنطة في صديق اللي قال لي إنجليزي قال لي ما تركوا تذكرني بأيام تشاوتيسكو لتوني خير إن شاء الله معطر هيدا وقفوه شلحوه شنطه وطالع من الطيارة فتكروا وقفوه وهن جين يحملوا لك الشنطة هيدا الخدمات ممكن تنعمل وتنعمل وينقبض عليها بصار نعم خليك تكمل هلأ بالتفصيل وبعدين ما نعرف ليش أخر شي في قطبة مخفية يعني أكيد المسؤولين بيعرفوا هالأبواب اللي عم تتفقد وإخرب دين الدنيا تنقدر نحنا نفتح في آي بي صفت يعني كل واحد بديو طيب لا هل هي هالحصرية لأنه هالشركات في وراها أسماء سياسية كبيرة عم تستفيد منها حتما فيه لكي هي بكل مؤسسة من هالنوع بتقص مقلب الجبنة يعني المطار والكازينو أولاد العام خيل باي إذا قدرت النهار يلي بتحلي كل مشاكل المطار وبسير المطار بتكل المطارات العالة ما حدا مسيطر عليه بيكون حالية مشكلة لبنان هيدا لبنان مصغر لبنان مصغر في سبع ديوكة كل في ديوك موجودين على المطار باش كان تجاوبهم معك كتير منيح وما فيي أنكر ما بدي سهم بس ما وصلنا لمحل بس ما وصلنا لمحل بين خلال الأشياء اللي إلا علاقة بدي إليك بتكون للعالم يعرف بالأمن العام لا كان فيه تجاوب بالواقع كان فيه تجاوب ما قدرنا نزلنا يعني نزلنا عدد الأشخاص اللي بيكشفوا على الباسبور من السبع للخمسة بس بتعرفوا ببنان العالم هلأ أنت بس تفلي ما حدا في الباسبور ما حدا بيخدوا الباسبور بيخدوا المعلومات من شركة الطيران وعلى تشيك إن بس يخدوا الباسبور على تشيك إن بيحطوه على تشيك إن بيطلع عن كل المؤسسات الأمنية والجميع صورة الباسبور الباقي كل واحد عنده دكان فيه دكاكين مطلوب عم تقول سبع ديوك مطلوب السبع ديوك يكونوا متفقيلة حتى مطلوب أنه كلهم يقولوا شلنا أيدنا عن المطار شلنا أيدنا عن تاكسي المطار تاكسي المطار يعني بكل بلدان العالم بيدفع التاكسي ليكون هو مشترك بالمطار هوني تاكسي المطار ما بدي يعني شو بدي خبري شو بدي خبري كيف عم بتصير الأمور طيب الناس ما بتعرف في مجموعة يلي هي معروفة 150-140 شوفر تاكسي ما بيطبقوا التعرفة بتطلع حسب راس الزمن طيب كمان هود فيه وراه رحضا يعني كيف لكان كل المحاولات لوقف هالشي ونعناهن للتاكسيات يا عمي نحن رح نجيب لكم السيارات كلكم مثل بعضكم وبتقسطوها وبتحطوا علنات على سطحه ومن جوه بتحطوا تليميزيون انتو عم تشتغلوا بس واحد تاخدوه من المطار انتو لازم تشتغلوا تجيبوا على المطار وتاخدوه من المطار بزيد شغلكم كل هيدا الموضوع بحثنا جدا عم المؤتمر الصحفي توقف قبل بساعتين لمؤتمر الصحفي لأسباب سياسية فبالتالي عيب بعدنا لليوم بياخد شوفير تاكسي من الموضوع أنا صارت بموظف معطر عندي طيلعوا على المعمل انه مزرعت يشروع مش كتير بعيد يعني ميت دولار ما كان يفل صار يصرخ ويعيت بالمعمل هاي باللال تبع شفت اللال بدل ميت دولار اه أبضل ميت دولار شكيت عليه اوكي رجعوا الشلطة الصحية رجعت لي 60 دولار او 65 دولار على حسب التعرف ان شاء الله فكري كادة توقف بس يمكن هذا لأنه حضرتك لأنه حضرتك شخصية سياسية ومعروف ولكن اذا مواطن عادي يعني حدا اخذ منه 100 دولار كيف بدي يرجع يسترنده وال 65 دولار اللي لنوخوا وتبرعوا فيهم لجمعية خيرية ولكن الموضوع هو السماح بسرقة في شي بضر السياحة قد مجموعة من الناس اعدي ناطرة السائح تيوسع اللي بني انت تسرق وما وقفت نعم قلت اللي بعد في أبويب تاني ايضا بالمطار المطاعم المطاعم يعني اليوم نقدر نحن نخلق وكان في شرط من الشروط بالمطار انه يبنى اوتال خاصة لحركة الترونزيت مطار بيروت لو حدا سمع لو حدا سمع انا وزير سياحة مطار بيروت اليوم كان لازم يكون مطار بيروت الدولي مطار دمشق الدولي مطار بغداد الدولي هوا كلهم اخذوهم مننا بزكاهم الامارات وقد كان مجمل المدخيل اللي كان ممكن تقريبا اللي ممكن تفوت على الخزينة من وراء المطار ملايين سيما وانه حركة المطار على ما هي عليه اليوم هي حركة لازم تكون اقل له فينا نزيد خمسمية الف راكب اذا فتحنا وقفنا الاحتكار وسمحنا للشركات المنخفضة الاسعار تعرف سيدتي انه فيك تطير مثلا مع راين اير من اي مطار اوروبا على تل ابيب بمئة يورو روحة مئة يورو رجع حسب امتين اشتريتي اذا اشتريتي قبل بشي ستو شو بتطيري باربعين وبخمسين يورو نفس القصة بلارنكا نفس القصة بعمان نفس القصة بالقاهرة بالقاهرة مؤخرة الا بلبنان الا بلبنان مانعين انه يجرش الشركات المنخفضة الاسعار وسامحين شركة الوطنية ان شاء الله تاخد 3000 دولار على التيكت والعالم عم تدفع على قلبي مثل عسل هاي شركة الوطنية بتوظف ل3000 بني قادم بلبنان مش موضوع بعسل بس تشوفت اثر على سياحة بس اولا تانيا انا ليش سامح لأير فرانس ولا بريتش ايروز يطيروا على تل قبيب بنص السعر بياخدوا فيول سورتشارج تل قبيب ابعد من بيروت من اوروبا بياخدوا فيول سورتشارج وقتل كان في فيول سورتشارج على تل قبيب الار فرانس كانت تاخد 70 يورو على بيروت 150 بس تتاخدوا فكرة المطار الپوتنسيال تبع المطار كتير اكبر حركة الترانزيت ممكن تكون كتير اكبر واسواء حتى السوق الحرة بيقدر يكون كتير كتير اكبر وبتقدر يكون حصص الدولة كيف مكان كيف مبرامتية مع غسب المغادرة مفروض المطار يدخل 200 مليون دولار بالسنة انا مسؤول عن كلامي نعم طبعا في ايضا ابواب تاني ذكرت خضرتك يعني بحن نحكي عننا بعد شوية الكسرات المقالع العقارات عنا الاملاك البحرية يعني كتير ابواب كمان كانت مطروحة على ايام سلسلة الرتب والرواتب نحكي تحميل العقار ولكن كاتيرين هوني يعني كي بدلك الاساس تعرفين احنا يعني ضريب التسجيل للعقارات تعتبر من الأعلى بالعالم ما نركيسها نحكي عننا بعد ما ننتقل لرامز والصحف لانه رامز نطلنا حتى نحكي عننا بالتفصيل دون تقطيع الحديث تفضل رامز الجولي على الصحف لألك شكرا كاتيرين البداية من جريدة السفير ومطغة اليوم على الصحف اللبنانية هي اجتماع مجلس الوزراء بالأمس وأيضا المشادة الكلامية التي حصلت بين الوزيرين بصعب وحسن خليل اليوم السفير كتبت نفقات بـ 23 ألف مليار عجز بـ 6700 مليار إرادات متراجعة ووزراء متطلبون الحكومة تستفيق على الموازنة الفقر بولد النار سجل احتكاك بين وزير الدفاع سمير مقبل أيضا هذا احتكاك آخر يعني سجل احتكاك بين وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الصحة وإلى أبو فعور بعدما حذر الأول من تداعيات عدم الاستجابة لإحتياجات الجيش فرد الثاني داعي نياه إلى الكفة عن التهديد والتهويل مع حرصنا على تأمين كل متطلبات الجيش وإذا تحلوا المؤسسات الدولة قال خليل للسفير إن استلامه وزارة المالية سمح له بأن يطل على الدولة من الداخل محذرا من أن مؤسسات الدولة تتلاشى ما أوجد حالة من التسيب شكلت بيئة حاضنة لمخالفات وتجاوزات في التلزيمات والمشاريع لافتا الانتباه إلى أن غياب الرقابة البرلمانية بسبب تعطيل مجلس النواب وتحول الوزراء إلى رؤساء للجمهورية تسببا في تفاقم الخلل مشددا على أن المعالجة تبدأ ماليا من إقرار الموازنة وفي متابعة أيضا لهذا المشادة الكلامية بين الوزيرين ننتقل إلى جريدة اللواء التي كتبت تبادل العرقلات والكيديات بين وزراء أمل وعون تمثل الحدث المدوي داخل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء بانفجار الموقف بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية ليس أبو صعب على خلفية ظاهرة تتعلق بتأمين رواتب الأساتذة المتعاقدين بالساعة حيث ترح أبو صعب موضوع هؤلاء الذين لم يقبضوا منذ ستة أشهر فحصلت مشادة بينه وبين خليل انتهت إلى أن هذا الأمر سيبحث في جلسة الخميس أي اليوم وإلا أنه سيطلب من الأساتذة وقف التدريس وإذ تكتم مصدر وزري على الأسباب الحقيقية للمشادة علمت اللواء من مصدر وزري آخر إن المسألة ليست تقنية أو مالية بل سياسية في إطار تبادل العرقلات والكيديات بين الوزراء الممثلين لأمل والتيار الوطني الحر ننتقل إلى جريدة الأخبار وبعض مما قاله الرئيس بر في مقابلة مع نقول نصيف بر ترياق الاستحقاق سعودي إيراني يقول بر الأخبار يبدو أن ترياق انتخاب رئيس للجمهورية لم يعد لبنانيا ليس هنا راهنا طويلا على الحل اللبناني من أجل إبقاء الاستحقاق في هذا النطاق بيد أنه فشل أظن أن الفرصة الوحيدة التي يقتضي انتظارها تكمن في الحوار السعودي الإيراني إنهما الترياق الوحيد على ما يبدو ومن بعض ما جاء في هذه المقابلة يقول بر ترح الرئيس اليس الهراوي عام 98 مشروعا اختياريا للزواج المدني فقامت لأيام عليه أيضا ولم يستطع وضعه موضع التنفيذ وألقي به في الأدراج مع ذلك طبق الهراوي للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف بندا في الدستور يقضي بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب وجه أنذاك رسالة إلى المجلس ضمنها موقفه من مشروع الزواج المدني الاختياري فاكتفى مجلس النواب بتلواتها وانتهى الأمر عند هذا الحد ها نحن الآن ندفع ثمن نظام الطائفية الذي نتمسك به ويفتتنا طائفية تارة ومذهبية طورا آخر أنتقل إلى موضوع آخر والجمهورية وحديثها مع السفير الروسي في بيروت أليكساندر زاسبيكن الذي فند خطة لوفروف لوقف إطلاق النار في سوريا عشية العشر من شباط الحالي قدم وزير الخارجية الروسية سرغيي لوفروف الولايات المتحدة خطة ملموسة لحل الأزمة السورية خطة لشك أنها ستكون محور محادثات ميونيخ اليوم ومن حيث المبدأ ترتكز إلى قرار مجلس الأمن 2254 وفق ما أكد السفير الروسي أليكساندر زاسبيكن للجمهورية في العاشر من شباط من كل عام تحتفل روسيا الاتحادية بيوم السلك الدبلوماسي الروسي ففي مثل هذا اليوم من عام 1549 أنشئت أول إدارة وفقنا بالسياسة الخارجية في روسيا توقيت لم يرد رأس الدبلوماسية الروسية تمريره مرور الكرام فقدم لفروف عشية هذا اليوم خطة من 10 نقاط لحل الأزمة السورية خطة يعكف الجانب الأمريكي على دراستها وفق ما يؤكد زاسبيكن ويقول نحن ننتظر الرد الأمريكي أفضل عدم الغوص في تفاصيل الخطة ولكنها في جوهرها تتضمن آليات لوقف إطلاق النار ويتابع في مجال كيفية تحقيق وقف إطلاق النار لدى روسيا اقتراحات ملموسة وهي في طبيعة الحال تتوافق مع بنود القرار 225 أربعة تفاصيل إضافية تجدونها في الجمهورية في هذه المقابلة المفصلة للسفير الروسي ومن وقف إطلاق النار إلى استمرار إطلاق النار في ريف حلب الشمالي وتقدم الجيش السوري وقوات حماية الشعب الكردي حيث كتب علاء الحالبي ريف حلب الشمالي تقسيم المعركة بين الأكراد والجيش أكد مصدر سوري كردي للسفير أن وحدات حماية الشعب الكردية عقدت تفاهما ميدنيا يقضي بتقسيم جبهات القتال لتمهيد الأرض للمعارك مع تنظيم داعش الذي تفصل كل من قوات الجيش السوري والأكراد عنه عدة قرى أبرزها مارع وتل رفعة موضحا أن الوحدات تمكنت تحت غطاء جوي روسي من السيطرة على قرية منغ ومطارها العسكري ذائع الصيط بعد معارك عنيفة مع مسلحين نصرة وأحرار الشام مشيرا إلى أن الوحدات لن تتقدم إلى أبعد من منغ وستنتظر تقدم قوات الجيش السوري نحو مارع وتل رفعة والتي من المتوقع أن تشهد معارك عنيفة وفي هذا السياق قال مصدر ميداني أن قوات الجيش السوري توقفت خلال اليومين الماضيين عن متابعة التقدم البري لسببين الأول هو إتمام الاتفاق الشفهي مع الوحدات حول خطوط العمل لعدم تضارب الجبهات والآخر هو إفساح المجال للأصوات الأهلية المطالبة بإجراء مصالحات مقابل إخراج المسلحين ودفعهم نحو الحدود التركية وتسليم المناطق من دون قتال وهذا على ما يبدو ما يحصل في تل رفعة المدينة الحدودية أخيرا أختم بموضوع مع أيضا السفير ولكن موضوع آخر بالسفير العربي وهو السطو الإسرائيلي على الثقافة العربية ومنها الكفية حيث كتبت صباح جلول تعليقا على هذه التصاميم الإسرائيلية التي تستوحي من الكفية الفلسطينية غصبا عن أبوهم الكفية عربية كتبت صباح جلول قماش الكفية الفلسطينية والأردنية يملأ محلا كاملا في المول الإسرائيلي فستين مثيرة تنانير مزركشة قطع تبدأ أسعارها من مئة وخمسين دولار عدت أدراجي ووقفت أمام واجهة المحل ووقف زوجي كذلك مشدودا كان المنظر أكثر من قدرتنا على التحمل هذا ما كتبته على صفحتها على فيسبوك تانية حبجوقة المصورة الأردنية المقيمة في القدس المحتلة مرفقة كلامها بصورة لبوتيك المصممة الإسرائيلية المعروفة عالميا دودو باراور واصفة المنظر بالمصادرة الثقافية بأقصى تجلياتها وتقول أن المصممة لم تكلف نفسها حتى عناء ذكر مصدر المادة التي استخدمتها قماش الكفية ولا الإشارة إلى الشعوب التي ترتديها عادة فتباع عالميا قطع الملابس من مجموعاتها الجديدة كتصميم إسرائيلية سأختم بما قالته الكاتبة في السفير ما يعني أن تلبس ثياب الشعب الذي قتلته وشرته وتستمر في قتله وتشريده ثم جعل هذا اللباس غرضا للعرض للواجهات لممشى عروض الأزياء ماذا ترى امرأة إسرائيلية تلبس الكفية فستانا ضيقا قصيرا حين تنظر إلى نفسها في المرآة ألا ترى كذبة كبيرة بغاية السخافة وبهذا الموضوع نصل إلى ختام هذه الجولة على الصحف اللبنانية فاصل نتابع من بعده برنامج الحدث مع كاترين براحة فيكم الجديد مشاهدينا وتابع هذه الحلقة مضيفة الوزير السابق فادي عبود ويعني حديث بيأس معك مع هذا الوزير لأنه فعلا عم بخليك تحكي وتركي كل المجال لألك لأنه فيه يعني فعلا أبواب كتير منقدر الدولة تحصل مننا أموال هائلة ورغم ذلك هذه الأمور مهملة وربما عن عمد يعني مثل ما كنا عم قلونه فيه حماية سياسية فيه مصالح سياسية عم تتحكم بكل الأمور يعني تعرفي بالأمور اتصادية لابد من الدخول إلى حد ما بالتفاصيل تاستوعب المشاهد عن شو عام لعك ولكن يعني ما في يفوت أكتر بالتفاصيل لأنه مواضيع حقيقة شائكة وتأهر يعني نحن اليوم مثل ما عم تسمعي وعنوان السفير يعني عبوكة الصبح أنا والبات عن بقرة القلي بتولد هاو طرقتي صلنا مدي بنحكي أنه القلي بتولد بس طلعت أنه القلي من وراء الفساد يعني والقلي فينا نكون بأحسن أحوالنا هاودي هاودي يعني أنا ما عم بحكي عن العمولات ما عم بحكي عن السرقات عم بحكيك عن أمور يومية في حال تعديلة وتغيير الإجراءات بتأمني مدخيل كتير كبيرة بقصة لحد ديت هلأ ولا مسؤول في لبنان قدري يجاوبني ليه ما عم نعمل تخمين مركز لكل عقار في لبنان أنت عم تشتري عقار 112 المزرعة بتحطي على الكمبيوتر تابعي بتفوتي على الانترنت على سايت المالية بتحطي عقار 112 المزرعة بتعطيك تخمينه أوتوماتيكيا لا لجين تخمين ولا تفنجات ولا فيك تسجل أعلى بس ما فيك تسجل أوضع يعني نحنا بموضوع التخمين المركزي والضريب اللي كنا عم نحكي عنا عن التحسين العقاري اشتريت بمية بعت بمية وخمسين تفضل تفعي على الخمسين طبعا بس هايدي الخمسين بيكون لحق مصرف لحق فويت بتقدر تخصمه من كل بلدان العالم هاي الخبرية واحدة عم تحكي لك بالسنة يعني يمكن ما يفوق الخمسمائة مليون دولار بموضوع الاقارات طب هايدي انطرحت الاقارات وقت سيسة رتب والرواب لما عملوا هالجلسات كلها وعن أبواب طب ليش ما عم تنقار كمان هايدي عم تزالين بيش أكيد مئني لأنه الدكاكين اللي مفتوحة وليجان التخمين و و و كلها محسوبيات و كيف لك طيب معاني الوزير هون يعني لا تختلف هايدي القصة عن قصة المطار عندك سابقة غير موجودة بالعالم كله يمكن جميع بيقولوا انه لو من سوليدار كانت بيروت على ما هي عليه والجردون أربعة كيلو ونص أوكي راح وافق طيب عال عظيم عطينا هالشركة كانت بمجال هالشركة انها تشيلنا وعملت شغل حلو نعم بحبهم بكرههم وهذا موضوع آخر وأنما هايدي شركة عليها أن تدفع ضرائل اجروا بتخمينهم هني انه راح عملو لنا البنية التحتية الانفراستراتشر ببيروت بمنطقة السوليدار يعني بخمسمائة مليون دولار هني قالوا خمسمائة مليون دولار مش انه عملنا مناقصة وجبنا كل شركات العالم قالوا لنا خمسمائة مليون لأنه نقبلنا لقاء هالخمسمائة مليون دولار ما معنا نتفع لكونيها راح نعطيكم أراضي جزء من الأراضي اللي انتوا قدامتوا طلعها جزء من الأراضي بيسويله 12-14 مليار دولار طيب غلطنا والغلط بيجوز وبيصير كيف إنسان بيصلك خطأه بيحط تاكس بس بريطانيا بيصير في أرباح غير منطقية في شيء اسمه وينتفول تاكس يعني بيحطوا هالتاكس مرة واحدة لأنه في شيء كان مش طبيعي هون في شيء مش طبيعي الخمسمائة مليون صف 14 مليار جماعة الخير في الله كمان معلاش يعني خلينا نخاف الله شوي في البور اللي مستأرجرينه بألفين ليرة المتر المربع في نادي الجولف كمان يعني اكتلع أنه ألف ومائة ليرة بالسنة إن أول شيء ما صدقت يعني افتكرت هل يعقل لا يعقل مش بس هيك طلع أنه برحة عم نسمع طلع ما بيدفع رسوم البلدية أنا أنا مع نادي الجولف ما حدا يفهمني غلط طيب بأجار ألف ومائة ليرة بالسنة طبعا وبي عملية لإدارة نادي الجولف بعمل ما زاد على ناة على التليفزيونات تفضلوا يا نوادي ويا هول بدوا ياخدوا مين بيدفع للدولة اللبنانية أو للبلدية من مالك الأرض طيب المقالع والكسرات خليني بس المرقة يعني نحن اليوم مفروض كل قطعة أرض من ضمن الردمية يكون نصة ملك الدولة نصة ملك الدولة إن نباعت بيروح النص ولازم نعمل تكليف لشركة سوليدار بخمسين بالمئة من الردمية لأنه بزيادة الخمسمائة مليون تبعهم يعملوا فيهم خمسة ستة مليار مش يعني مفروض هذا وهذا مش يعني لأنتقاما ولا عم بحكي أنا بسياسة أنا عم بحكي اقتصاد نعم مع هو الحلقة يعني بدأ نحكي اقتصاد ومال حتى نفهم شو عم بيصير الكسرات والمقالع كمان باختصار لأنه كمان قلتلي فيه أبواب كتير ممكن كمان غير لو بتعرف في الدكالة المهل الإدارية شو هو جينا قلنا له إن شاء الله واحد شال من جنينته بحص ورمل من جنينته بحص ورمل بديتفع ليون تاكس حتى لو من أرضه حتى لو من أرضه الخاصة بديتفع ليون تاكس تنحل كلها المغا بتعطوه مهل إدارية بتعطوه رخصة بتعملوله تفنجي طالما كل صاحب كسارة ومقلع هو ملك يعني ما هيدا اللي عم نقوله نحنا إنه اليوم حتى بالمهل الإدارية المهل الإرادية إدارية مربوطة بمتورة مكعبين إنت إليك حق تنزل خمسين متر بغمق ميت متر بيطلعوا نصف مليون متر مكعب عم بعطي أمثلة طبعا تفضل تفع حقهم سلف قبل ما تاخد الرخصة خمس دولارات على متر البحص على متر الرمل أو على الصخور خمس دولارات تدفعهم سلف وفوق هذا السلف بتجيب بانك جارانتي إنك بك ترجع تستصلح من بعد ما تقلص وبيكون الخريطة قداش بده يكسر وكيف بده يستصلح وبيحط بانك جارانتي باري سيمبل باري سيمبل والشركات يلي بدأ تعمل السورفايينج يلي بدأ تعمل يعني تاخد الخرائط على قداش إله حق يحفر دراسة بدأكون شركات محترمة ومعروفة هاي الخبرية بين حانة ومانة عم تعكيلي خمسين ستية بلون دولار بالسنية فهيدا الموضوع ونعب يجوع مثلا نرجع هون بانزين وكمان عبي وقت انه البانزين هلأ عم بيرخص وانبسط اللبنان انه عم بيستفيد منه يعني اسعار العالمية هو باشد الحاجة هاللبناني وشوفير التاكسي والاقتصاد كله يعني اليوم نحنا الصناعة لو ما اجينا هلأ طون المزود بالسعر اللي هو اليوم كان فيه عدة صناعات مهددة بالاقفال كسية ما انه حوالينا كل هالدول العربية المزود بلاش بخمسين دولار او الكهرباء باثنين سنت يعني اجتنا شغلة من الله ما يدقوا فيها لانه الاقتصاد بحاجة هاكلة اصلا حدا حدا بيتحملها هادي هلأ ما بعتقد حدا بيتحملها بس عم ندلهم بس حدا بيتحمل هلأ حسب عم نسمع بالصحف ويمكن اكتر يعني حوالي الاربع مليارات دولار وشوي اربع مليار ونص دولار زيادة عجز تفضلوا يا جماعة حتى نقعد طيب بدنا نفتح فينا لم مصاري بلا من ندق بالفقير نعم ولكن كل هالبوابية اللي سميتها لحد هلأ معاني الوزير صحيح انه هي متل ما عم تقول بتدرق اموال كتير للدولة ولكن كلها بحاجة لاصلاح سياسي طويل عريض بحاجة لمكافحة الفساد يعني يمكن تغيير الطبقة السياسية يمكن لعناوين كبيرة بدى وقت وذا بدنا نكون واقعيين هلأ مش ممكن هالأمور كلها تصير إذا لازم تصير ولكن مرح تصير بوقت انه الدولة بدى يعني بدى مصاري أنا بشو مبلش انون حريت الحصول على المعلومات اللي خفيوه اللي فات ع الدراج مثل انون زواج المدنة اختفى الانون بأول جلسة تشريعية لدولة الرئيس بكن له كل احترام أنا تمام اسلام كيف طلب شهر قبل اقرار هذا الانون وهلأ صلى القصة أكتر من سنتين طبعا بدك عدي للإصلاح معك حق باللي عم تقولي أنا عم بقول إذا كان في قرار باللبنان من كل أهل السياسة أنه نحنا بدنا نشيل إيدنا على الاقتصاد اللي خدناهم بأفضل أحوال اللي خدناهم خدناهم يا جماعة بس هلأ لكي أنا مش عم بحكي هالكلام أنا لني رجل دين ولني خوري ولني شاخدين يعني أنا رجل أعمال أنا عم بقولكم إذا كملنا هاك راح لبنان راح لبنان من أساسه مش عم نقول نحن عندنا خيار أو منصلح أو ما منصلح عم نقول إذا ما توقفت السرقة باللبنان على الدنيا السلام وضع على شفير الأنهياء أبدا وكل لبنان وانت بخير خلنا ناخد يعني أمثال وقعية مبارحة طيب أقروا قصة المرسوم المتعلق بمتطوعي الدفاع المدني وطبعا الفئله ملاحق ولكن فيما لو كملوا فيه للآخر وتثبت وعن بنحكى ب31 مليار طيب ها دي من وين الدولة بدأت جيبه عم بقول الوزير الخزينة مأفل سك كلام غير دقيق تما نقول تما استعمل الكلمة الواحد و30 مليار 31 مليار بتصير 62 مليار ما هيدا عنده عطاءات أخرى موظف الدولة مثل ما أنت بتعرفي بدك نحك تخبرك من بعد ما تعويداته شو بتصير ما عاشه التقاعدة يلي بيضل هو يطلع له زيادات من بعد ما يتقاعد فهيدا الكلفة الحقيقية دوبلي اللي بتسمعيه دمه وين بدأت جيب الدولة مصاري بارسي هيدا السؤال الوين بليون دولار اللي انت عم تسألي يعني ما بقى عنا خيار بعملية الضرائب وطبعا باقتصاد عم بيعاني في انكماش أسوأ شي فيك تعمليه تزيد الضرائب ما هو زيادة ضرائب بدأت تكون مع زيادة النمو هاي ابي سي وان او وان ايكوناميكس يعني ابي سي عرفت كيف مش عم نخترع اشياء يعني اليوم تجي تحطي ضرائب وتزيدي رسوم ومعهم ما في نمو وما في نمو بكون يعني صاصة الرحمة فبالتالي بدأ يكون واحد زكي كي بدأوا يعمل هالموضوع هذا بدأوا يضخ مصاري بس يضخ مصاري بإنتاج مش يضخ مصاري هلأ خرجوا بقصة الموازنة يعني من بعد عشر سنين أكتر من عشر سنين بلا موازنة يبدو أنه في نوع من استفاقة على أهمية هذه الموازنة بس كمانا كمانا الشي المضحك المبكي أنه هلأ صارت إذا بنا نعمل موازنة بحاجة للبحث عن قرار سياسي وصار وزير المال بدو يعمل اتصالات ولقاءات مع مختلف القوى السياسية نشوف إذا بنعمل موازنة ولا لا خدمت أربع سنين ونكعة كوزير بكل سنة نشتغل ليالي نشتغل ليالي لتنين لتلاتة الصباح تنحضر نحن الموازنة ونعطل هاو دي اللي عم نحكيه اليوم مش جداد كثير بدو يعمل موازنة الموازنات يعني عرفت بالنتيجة بتكبل ايدان وزير المالية وهي الوزير المالية بتكبل ايدان الحكومة تطبط لانفاق لكن لكن ما هي الفكرة كلها يعني فبالواقع انبسطوا انبسطوا بسلطة مبسوطة بإمكانية الصرف دون حساب وبالتالي حتى لو بدو يحكم بالموازنة بتذكر شغلة ما بنسيها بحياتي بس رفعت ايدي وليتقول لهم كتر خاركون بجلسة يعني بجلسة بجلسة بمجرس وزراء قلنا لهم اعتدوا رخصة لسلاح منين بشتر السلاح انتو عم تقول روحوا اشتري سلاح من المهربين قلوا لي طبعا قامت الايامة علي يا عم ليش نحن عسلاح الفردي المتوافر بكل لبنان ما عم نحط 300 بالمية جمارك وعم نحط 8 للرخصة مليون ليرة بالسنة وكل قطعة السلاح لازم تمرق على لابوراتوار بإدارة الجيش لا ياخدوا المسيرة ترجية تبع رصاصة وتصير ليجل ايه مثل ايامة بينا وفتشنا ولقينا في اجهزة واجهزة وناس تستفيد تعرفي قطعة السلاح مثلا فرد البارتة حقوا بلبنان 2500 دولار حقوا على تبنات 500 يعني مش شغلة انه بدي واحد يكون عبقر لا يعرفها تب هؤل 1000 دولار اخدوا المهرب السلاح كلنا عقلنا كبير باللبنان ونعرف انه هادي بتوزعوا فيه مستفيدين روح يشوف بكل الشوارع بالأزقة وتحت الدراج مكانات البوكر ومكانات الفيديو بوكر هادي كلنا يتنسوا بيدفعوا على المكانة مليون ليرة بالسنة هادي في وراهم مستفيدين وفي وراهم ناس وفي وراهم خوات عملان رح ساب بسيط بهيدي كمان عم نحك 30-40 مليون قلنا هادي كلهم بدي يكونوا موصولين على وزارة الملية بالانترنت ما حدا بيعرف انت بتعرف اللي هاو بفوت بيلعب النسب مثلا بأمريكا بيرجعوا 93-94% جوائز نحن هون سر نووي ما حدا بيعرف هادي تنظيم هالقصة طبعا وهالقصة بتنعكس على الكازينو وما أدراكي ما هو الكازينو ممكن بده حلقة واحده الكازينو بده حلقة واحده هلأ الأبرجية بيروحوا كل يوم شوفوا طيارة أبرص ملياني لأنه بيروحوا على أبرص التركية اللي يلعبوا أمار ونحن بدل ما نعمل أفضل مؤسسة كازينو بكل هيدا الشرق الأوسط روح يشوفي نهار عشي مين اللي عم بلعب أمار المعطرين يلي دخلهم ما بيسمع لهم يلي بالشحاطة شو بدي خبرك شو بدي خبرك مع الاحترام ما معندشي أنا الفقير بيحترمه أكتر من الغني يعني ما حدا يفهمني غلط بس مش هيدا ما عمله الكازينو الكازينو مش معمول أصحاب الدخل المحدود والقانون بيقول أنه بد يكون دخله خمسين ضعف لحد الأدنى لأجوم الدمية طيب هون باختصارين ليش هي كان بيصير لأنه في ناس حطين إيدهم على الكازينو لأنه بطل الكازينو الكازينو بفضل كون جوه سعادة صار هوني بتروح بتليقى المعطرين بتريقى المورابين بدورين هونيكي الأكل الخدمات كله صار مش من المستوى ما بعرف إذا بتتذكر إذا بتتذكر الستينات والسبعينات من القرن الماضي كان أهم مؤسسة بس آري طب أهم مؤسسة يعني كازينو بالعالم بالعالم بري بري لاس فيجاس عملنا منه يا خور إمار هاودي كله عم نجيب سيرته لأنه مصادر دخل مصادر دخل أساسية للدول إذا بدنا نعمل خلاصة لكل هالنظرة يعني المتشائمة جدا على الوضع المالي والاقتصادي قلتلي إذا ما فعلا يعني كمنا بإصلاحات وبشكل سريع جدا وعاجل الأمور تذهب إلى حفة الهاوية ماذا يعني هذا الأمر يعني إلى أين نتجه ماليا واقتصاديا ونحن أصلا غرقانين بأزمات سياسية يعني ما شوعة بتحكي 4 بليار 4 بليار ونص عجز وسنة الجير رح يكون مثل وسنة الجير وما رح نقدر نعمل موازنة طبعا إذا ما هي الموازن ما بداش مجلس نواب الموازنة الحكومة بتحضرها وبترفع على وين على مجلس نواب الشعب بد يؤرر إذا طلعت من الحكومة بالأول طبعا يعني بتطلع من الحكومة بس تصير موازنة بتمرو فأنا مش أنه متشاء لأ أنا عم أقول لو أصحاب الاختصاص لكن ما في دولة بالعالم إجراءاتها ضرائبية بتضل على ما هي هذه الإجراءات الضرائبية ممكن تغيرها كل شهر عرفت كيف تتأمن أنت إجراء بيؤدي إلى طريقة فعالة لأبدها الضريبة فبالتالي يعني نحنا علينا التحسين في كتير مطارح لازم ننزل الضرائب في كتير مطارح لازم ننزل الضرائب بس لازم تنجبها الضرائب في عنا مطارح بيدفعوا بتعرف أنت خلينا نجب الكهرباء بالأول تماما كبار المكلفين يلي قامت لأيامي على التغيير بالوظيفة اللي كان مسؤولة عن الكبار المكلفين وزارة مالية وزارة مالية يعني عندك حوالي 250-300 شركة في لبنان وبنك وهو بيدفعوا 70% من الضرائب بس يعني هاي نظرية حيتان المال نعم في حيتان مال ونعم في قصب من الحيتان المال كبير حرمية بس في بيرانة المال البيرانة المال هاو السبكات الصغار هاو دي عبي يأكلوا كتير أكتر بعمبي يأكلوا الحيتان فبالتالي يعني عم بقلك 300 شركة بيتفعوا 70% من الضرائب باللبنان فهيدا الموضوع في بعض المطارح مثلا كتير ألالة من الناس بيعرفوا أنه المالية ممنوع تكشف على دفاتر المحام في أشياء منعطية للنقبات باللبنان تعرف النقبات باللبنان كم تلم بالسنة ضرائب من الناس مما يقارب المئة مليون دولار هاي دي بيقاطع النظر أنا مش ضده ما حدا يفهمني غيرتها لو بيقوموا علي الأطباء والمهنزين ولكن نحن ارتضينا أنه نمنع أي حدا يقبض ضريبة من العباد إلا الدولة وهذا شرط من شروط دخولنا بمنظمة التجارة العالمية WTO سعيدة الزكرة تستطيع تفوت على المؤسسة هاي يمنع على أي بلد حدا يدفع ضريبة إلا الدولة فنحن اليوم مهو الدولة ما بتاخد شي منهم يعني فيه رسوم فيه رسوم أعطي الحق للنقابات تقبض ضريبة بالناس لمهنزين بيقبضون 10-15 مليون الأطباء بياخدوا على الأدوية المستوردة وإلى آخره المحامين صندوق تعاضل القضاة هاو دي كلهم اشتيا كتير منيحة ولازم يكون فيه نقابات بالبلد بس مين قال أنه الشعب اللبناني لازم يمول إخرة المهندز والطبيب والمحامي إخرة المحامي والطبيب والمهندز هو بيأمنها من جابته وهي دي الناس من عرفنا عندما تدفع هيدو الضريب طبعا فلحنا إذا كان هيدا حق للمحامي وعلى أبوعتي وراسي ليش بنو حق لشوفير التاكسي نعم ليش بنو حق للفران نعم اسمح لي أنتقل لمجلس وزراء بس لنطلع على الأجواء المناقشات اليوم مع زميل جاد غسن جاد فضال نعم كاترين الجلسة بدأت منذ حوالي الساعة والنصف وطبعا أبرز البنود الموضوع عليها هي من البنود التي تراكمت من الجلسات السابقة وهي تقارب المئة بند قبل هذه الجلسة الملف الأسخن على طاولة النقاش هو موضوع حالة قضية ميشيل اسميحة إلى المجلس العدلي الذي يصر وزير العدل على إعادة طرحه في الجلسات مع العلم أن التوافق السياسي الذي يحتاجه هذا الموضوع مفقود بسبب طبعا اعتبار بعض الوزراء وأبرزهم نواب حزب الله أن هذا الموضوع فيه استنسابية باختيار قضية واحدة وإحالاتها على المجلس العدلي وذلك لأسباب طبعا سياسية هذا الموضوع من المتوقع لا يبت ولكن أيضا وزير العدل الشفريفي قال أن إصراره على طرح هذا الموضوع يتعلق أيضا بطرح بدائل في حال فشل هذا الطرح من خلال خيارات سوف يعلنها طبعا لاحقا لم يعلن عنها اليوم موضوع الذي نترقب أن نرى إن كان سيطرح أو لن يطرح هو موضوع الإضافات الضريبية وأبرزها طبعا موضوع الخمسة ألاف ليرة التي طرح أن تضاف على سعر صفيحة البنزين الأمر الذي أسقط في الجلسة الأخيرة هناك تخوف من عديد من المصادر بإعادة طرح هذا الموضوع من خلال أبواب أخرى نتيجة لغياب الاحتمالات أو لغياب البدائل بخصوص إيجاد إرادات إضافية للدولة اللبنانية في الفترة اللاحقة وهذا أمر طبعا سوف تحتاجه الحكومة وبعض الوزارات نتيجة عدم إمكانية فتح اعتمادات إضافية سوف ننتظر إذن انتهاء هذه الجلسة وأبرز مقراراتها سوف نوافقكم بها فور صدورها نعم شكرا لك عزميل جدغس إن كنت معنا مباشرة من السراية الحكومية فاصل قصير ونتابع بعده هذه الحلقة أبقى معنا نتابع مشاهدين هذه الحلقة مع ضيفي الوزير السابق فادي عبود بدأ انتقل معك معادي الوزير الحديث عن موضوع ترحيل النفايات ولو بشكل سريع وبعدين بدأ نمر شوي على أزمة السياسية تحديدا أزمة رئيس الجمهورية ولكن كنت عم تقل لي جملة كتير كان مهمة ولابد من أنه نسكرة وهي أنه إذا بقينا هيك نحن سائرون على خطة اليونان بس بدي الفت نظر في سايتات فيك تفوت علي ومترجمة تتشوفي القرارات اللي كانت عم تخدها اليونان بآخر عشر سنين شي يعني بيخلق الله من الشبه شو بدي خبرك نحن على خطة اليونان إذا ما طلع حدا وقال enough is enough خلص بدنا نوقف يا سياسيين معك يعني بدكن تشيلوا إيدكن عن الاتصال مين بدو يطلع يقول؟ طلعوا الحراك وشفنا ماشي يعني يعني الحراك ما وصلنا لمحل أنا بكن لهم كل احترام بس هيدا المقال كنت أشارت اللي قاله نحن عم ننتقل بس عم نعطي حلول عم نقل لهم هيدا الحلول مش عم نقلكم إنه فيكن أنتوا تستمروا بدون دخل بدو يفهم الواطن لبناني بدنا نؤمن أقله بهذه الستعاش دخل زيادة تبضل العالم تديننا وتشتري سنداتنا بالآخر إذا بطلوا يشتروا سنداتنا والمصارف الليبنانية بطلت قد تشتري السندات بيكون وقت الواعة تتزيد الثقة بدك تأخل إيه ما تخول جديد بيكون كتير دقيقة ما تأثر على الاقتصاد فبالتالي نحن بدنا نشيل من جيوب البعض ما هو اللي عم بيستورد وعم بيصدد الجيوب المنتفخة حتى بالبيرانة مش كله نكبار يعني أنت كل عملية تصدير وكل عملية استيراد عليها دفع عليها دفع صارت بقى متعارفة نعم هاو دي الدفع بدنا نشيلهم من الجيوب وفوتهم على الخزينة نعم كمثل لا بك أعطيني المتقل لا كمعهدي عم بيلي نعم 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 ترحيل النفايات بعرف أنه في كتير أمور ممكن نحكي معك بالتفصيل بهذا الموضوع وقد يحتاج لحلقي وحده يعني أزمت النفايات ولكن سريعا نحن هلأ صرنا بمرحلة الترحيل أيضا بدأ أنه فيه يعني فضائح ومحسوبيات ومحاصصة حتى يعني بموضوع الترحيل ولكن اللافت أنه حتى لو رحلنا مع كل ما لهذا الترحيل مثل ما قلنا من سيئات ويعني خبايا رح نرحل فقط الزبالة طازة الطازة يعني من شهرين لهلأ أقل من شهر يعني الزبالة القابلة للفرز أما الزبالة المقدسة من آبو تموز الماضي لهلأ شو رح نعمل فيها يعني هون شو فيك تحكينا بها الموضوع باختصار سيدتي أنا يعني بجواب كتير بسيط أنا عارف شو بدي أعمل وأنا أنت بك تحرك والوزير وجبنا محرقات بتبلش جمعة الجي برقابة والكشف من وزارة البيئة وهو هيدا الحل وجعت وافقت يعني وزارة البيئة على الموضوع نعم على أجراء التجارب ولا نهار نحنا وقفنا أو رفضنا نعمل الأثر البيئي نعم على كامل استعداد ونعمل أثر البيئي نعم نصر فيه نوع من تحدي يعني لما وزير البيئة ورحت عملت له زيارة لوزير البيئة وشرحت له وفسرت له ما حدا يفكر أنه الهجوم هالهجوم يعني الرهيب على المحارق هو من خلفية بيئية لأنه هيدا المحارق إذا بتطلع بكل البلدان أوروبا وحتى هون بالخليج بتلاقي هيدا المحارق هون باللبنان المحرق اللي احنا عرضينا فيه أكتر من 82 محرق موجودين بمستشفيات ناسية دليتوا على كم مستشفى وبيعدت مصار مش الحال مع وزارة البيئة تحت رقابة وزارة البيئة اللي ما حدا عم ينكرها نحنا بس كنقلنا ما تعملولنا مواصفات مطاطة واستنسبية قلولنا على أي مواصفات بتكون تفحصوا معنا أي مشكل بس هيدا اللي بتبطوها يعني بيكونوا هني عم بيحرقوا عفوا عم بيكشفوا على محرقة لنفيات المنزلية وبيتطبقوا عليها المواصفات تبع محرقة للنفيات الطبية لا لا لاكي ما حدا بيسأل بلبنان هو قد يكون البلد الوحيد بالعالم ما فيش محرقة طبية تتعرف قداش لأنه مين كان عم يستفيد منبعث النفيات الطبية اللي طهروا ويجعوا بطموها شغلة لا تصدر يعني اليوم المحرقة ما قلة مسابقية ما فيش رمادة وين بيروح طيب الرمادة إذا عم تحرق على الألف درجة تقريبا الرمادة بصير يتاكل يعني بده يروح بيصبت البتون تحت الزفت بتصنيع الطوب مثل ما عم تعمل حسب الشروط الأوروبية لا أكثر ولا أقل نعم تب شو أهمية المحارق هلأ بهالأزمة اللي نحن عم نحكي فيها وموضوع الترحيل ما شوفي هود المحارق الصغار يعني كم بيت هلأ فيه جنيراتور وإذا أجت الكهرباء فل على بعد سنتين إذا كنا بعد نطيبين يعني أجت الكهرباء فل ما حدا رح يبيعي الجنيراتور تابعه رح يخلي الجنيراتور تابعه وبدنا سنين نحن تصير في عندنا كهرباء ما طلقتها نهائيا وإلى آخرين نحن هيد المحارق مش هي الحل المتكامل لموضوع الزبالي بدك تعملي مصانع كبيرة تنجي منا كهرباء وإلى آخرين ولكن ببساطة كتير بأرض مثل أرض لبنان ببلد مثل لبنان بغيناء لبنان بالمياه الجوفية قد يكون الحل الأفضل هو المحارق تحت المواصفات المتعارف عليها عالميا لنرجع شوي على موضوع الترحيل هون بس المحارق بتحرق كل شي لا لا أو هون بيصير فيه هذا الفرز والمعالجين حرام حرق كل شي جريم موجود المحارق ما بتعني الغاء الفرز الفرز يعني معامل المعالجين كيف بنا نحرق الإزاز وبعدنا نحرق تنكة الألمانيوم وبعدنا نحرق أني نطلق ليش بنحرق هودة هروة وطنية وعندنا مصانع تتكل على موضوع الولايكي بس تفكي الاحتكار عن الزبالة رح ينشأ عشرات مصانع التدوير في لبنان ما كان عم بيطلع مصانع تدوير في لبنان لأنه كان في مصدر واحد تصور الشعب لكيد وزارة البيئة مانعة يعني أنت ما فيك تستور بدون إذن مسبق أنانة ماي فاضية من العراق في مصنع سك هرب لبنان لأنه كانوا يبتزو ويدفعو بالرانة تهي قدر يفوت أنانة ماي من العراق نعم أي بلد بالعالم عاقل كمان بيحتكر الزبالة لأنه مش احتكرنا زبالة لبنان منعنا المصانع تجيب من برا لتعمل هذا الموضوع طيب الترحيل حتى نفوت على موضوع الترحيل اليوم وقلنا أنه ما رح يترحل إلا فقط الزبالة اللي أنتجناها من شهرين لهلأ القابلة للفرز هذا الأمر ماذا يعني وماذا سيحل بالنفايات الأخرى ما هذا الموضوع يعني صارت هلأ حكما صارت أصلا بمياهنا الجنوبية وخلصت يعني مثل ما واحد قال لي إذا قدرته عملته ترحيل يعني بلبنان يعني فيك تخلص له عملته جريم واللي هو صار معروف بس انتبه هيك صورة سريعة في أربع شركات دخلوا بالمناقصة بثلاثة دقايق هاودي ما أغلى من السوكليب لغيناهم يعني يعني بتعطينا عمل معهم النيجوشياشن تعطينا نشوف تعطينا ناخد تعطينا نعطي ما هاودي عم يطبقوا خطة وضعناها بحكومتنا نعم لألفين وعشر حكومة رئيس الحرير وبعد مننا حكومة رئيس بيقاتي وهيدي خطة مبنية على الحرق على التفاكق الحراري فبالتالي انتهت القصة نروح نضبه معروفة أنه مسرحية معمولة تنروح على الترحيل يعني حتى نروح على الترحيل حتى بالأول قبل الترحيل أنا بعد لحديث هالله لو سألت سؤال مهم جدا أنه الترحيل عز بلد الطازة ومئات الألوف أكتر من مليون طن هلأ الموجودين على الأرض هاودي شو ليصار عمره من الصيفية فأنا مني على قناعة أنه الترحيل رح يمشي وهيدي الترحيل وكله رح نرجع على سيستم القديم ونلاقي تركيبة شوفة كان في قسم كتير كبير من مدخيل الزبالة عم توزع وهذا اللي كان عم يقبط كل آخر شهر نص مليون دولار ومليون دولار صايبوا هلأ مش سعادة صايبوا عكس السعادة كآبة لأنه لأنه هيدا الدخل ففيه كتير يعني بحاجة لدخل يلي كان عم يجي من الزبالة فهيدا الموضوع إذا كان فيه نية حقيقية وأنا ما ظهر لي إلا كل نية إيجابية من وزير البيئة رح تنعمل التجارب وبالتالي الثمن البيئي يلي بيجي من الحرق بطريقة صحية المتعارف عليها عالميا هو أقل ثمن تقصد أنه منحرق كلها الزبالة اللي صار له يعني بالطرقات من تموز ما في لزوم أبدا حتى هذا هو الحل يعني نحرق ما في غير حل أبدا حتى يعني الزبالة هيدا المعفلة اللي بدنا نحرقها حرام نترك فيها تنك البابسي أو تنك البابسي بس بعد فينا نفرزة قده بينتج لبنان كم طن بالنهار إذا بدنا نحسبهم يعني من تموز لهلأ قده يعني هلأ إذا بدنا نحرق مش متوفر للحرق لكن أحد الموضيع اللي كانت مطروحة هي تركيب عدة محارق على بواخر وهيدا البواخر اللي يجوا ياخدوه كانوا جديين يعني بهذا الموضوع إنه بيطلعوا عشرة كيلومتر حرامي وقلوا ومش مخالف للأنون مش مخالف للأنون أنا عم نحكي يعني محارق يلي هي بالشروط الدول اللي يحرون هنيك يوش على هون فشوف الأحد دوين وصلت الخيال لا يتركوا هالباب هيدا مفتوح للسرقة ببساطة ما يعملوا شي يعطوا للبلديات مصرياتها ويقولوا لهم هيدا فيه مطامر صحية للمؤمن بالمطامر الصحية ليش لا فيه مطامر صحية هيدا شروطة بس بدنا تكون شروطة كتير أساسية فيه محارق وهي دي شروطة الفرز مجبورين أنكم تعملون كل بلدية كمانا والعوادم يابد تكون تردمون يابد تكون تحرقون للعوادم أو إذا بتلاقوا أشياء تاني تعبوهم تحل بسيط إذا صفت النوايا ويدركوا هذا الموضوع للقطاع الخاص ويدركوا لكل بلدية أو مجموعة بلديات أو اتحاد بلديات يلاقي الحل حسب الشروط اللي بحطوها ويقعدوا بالبيت وقفوا السرقة نحن وقتنا انتهى للأسف مع الوزير يكي بدي أحكي بالموضوع السياسي ولكن ربما هاي الموضوع اليوم يعني هي مفيدة للمشاهدين يمكن للمواطنين أكثر وهم يعنون مننا يوميا رح فيي أنا ويك نزيد شي جديد على عالم السياسي كنت رح تقول لي ما في رئيس هلأ يعني هاي لا اللي حكيناه بالموضوع الاقتصاد هو الموضوع الأهم ماذا ينفع لو ربح العالم سياسي حتى نقدر نحصل على الأمن الاقتصادي بالأول ست كاترين 150 ألف بني آدم عن جفله كل سنة من لبنان هاي دا اللي بدي نفتش عليه وهي دا الإصلاح الاقتصادي هو البدي يغير هالموضوع المطلوب كفوا إيديكم عن المال العام وبالتالي فيه أوادم وبالموظفين بالدولة ما حدا يفهمني غلط ما حدا يفهمني غلط مش كل الناس باللبنان حرامين مش كل الناس بالبنان المرتشين فيه أوادم بس هاي دا القادمة لا بيلفت نظر حدا ولا حدا بيتطلع فيه ولا حدا بيهتم فيه هون المشكلة نعم بدنا المسؤولين يكونوا أوادم لأنهن المتحكمين بي مش مهم لموظفين يكون فيه بياناتهم أوادم على كل حالة بشكر حضورك معنا اليوم الوزير السابق فدي عبود أهلا وسلا فيك مجدين بشكركم أيضا مشاهدين على متابعتكم هذه الحلقة من برنامج الحدث وإلى لقاء في الغد موسيقى اشتركوا في القناة